موسيقى 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 مرحبت الله وبركاته معكم محمد زهير من فريق سمارت تيم اليوم رح لحكي رح احكي عن موضوع regular grammar هلا احنا حكينا عن نوعان من انواع regular language اللي هو finite automata سواء الفا او الفا وبعدها حكينا عن regular expression هلا في كمان طريقة جديدة اللي هي regular grammar هاي الطريقة تختلف تماما عن هدل لك الطرق من حيث الكتابه بس نقدر نشبهها بال finite automata بشكل معين او من ناحية معينة وهي اللي هستغطيم ان شاء الله في طريقة الشرح رح ارسم بالنسبة هذا السؤال و حيث w start with a رح ارسم اول شي ال finite automata تبعها و من خلال ال finite automata رح احكي كيف حنوصل لل regular grammar وبعدها بعد ما خلص هذا السؤال رح احكي شو هي regular grammar تماما بس من خلال هذا المثال ان شاء الله حنفهم موضوها اكتر هلا رسمة ال regular grammar هاي اللانجوج من خلال ال finite automata كثير سهلة طبعا نستخدم ال NFA هي بس انك تكون عندك نود الاولى start with a لازم نود الاولى تكون a النود التاني حتكون final و ايش ما كان فيها سواء ا او b ما بيهمني تماما هاي هي بس الرسمة بشكل عام لل find automata لهذا السؤال تماما خلال نعتبر هاي q1 و هادي q2 هلا الفكرة انه انا بال regular grammar بكون عندي اسماء متغيرات و كل متغير بيعطيني بقدر استبدله ببعض الامثلة ببعض الشغلات التانية هلا هون يعني يكون عندي شغلة على اليمينة اللي هي هون المتغيرات على الشمال و هون الاشياء الممكن استبدلها فيها اللي هي معانيها بخير نعتبرها فهون عندي عشان توصل الفكرة اكتر خليني اعتبر المتغيرات اللي هي q1 و q2 اللي هي تعتبر نفس النود وبالنسبة للمعاني نتبعها اللي هي هتكون كل الطرق اللي طالعة منها يعني كل الاسهم اللي طالع منها هي هاي المعاني تبعها عندي q1 و q2 كاش كامتغيرات هلا q1 اش بتمثل بتمثل الاسهم اللي طالع منها شو الاسهم اللي طالع منها ايه والا لان بتودي لها q2 فعندي المعانيها اللي هي ممكن تمثلي ايه aq2 بالنسبة لq2 ايه ممكن تمثل q2 ممكن اه ممكن تمثلي aq2 او bq2 يعني ممكن تروح بسهم لا a ترجع لنفسها ممكن تروح بسهم فيو b ترجع لنفسها فهي بتمثل aq2 او هاي او معناها bq2 تمام هلا كونها final كونها final يعني state رح نضيف شغلة انها هاي ممكن ما تعطيني ولا اشي تمام اللي هي اللمدة فاحتمال كمان تعطيني اللمدة هلا اهدل حكي شو معناه عشان نفهم شو معناه رح اعمل derivation لاي كلمة تبدأ في a حامل derivation لا ل a a b تمام بدي اعملها بالنسبة للفاينت اوتوماتا اول شي عندك هاي a هاي كمان a التانية وهي كمان b وصلنا لفاينتا فال a a b اش مقبولة بالنسبة للفاينت اوتوماتا هلا كيف نستخدمها طبعا اسف هاي start state كيف نعملها ديريفيشن في بهاية اللانجوج اللي هي regular grammar طبعا اه هيك احنا بس انتهينا ما انضل اي اشي كيف من خلال انك اول شي عندك ال start تبعها اللي هو q1 فدك تحط q1 بالاول ولازم q1 تعطيها معنى من معاني تبعها هلا q1 لها معنى واحد اللي هو a q2 وكونها بتبلش ب a فانا بعتبر a q2 هو معنى مناسب الي وستخدمه هلا q2 هو متغير بدي استخدمه استخدم بداله ايش استخدم بداله احد معاني يعني هاي او هاي او هاي او هاي انا بدي كمان a فلازم احط بدل q2 اي معنى منهم اللي هو a q2 تمام فبدال هاي هستبدال a q2 فبتصير اي نفسها هتنزل بعدها بدال a q2 هتصير هنزل كمان مرة a q2 a q2 هلا طول ما انت عندك متغيرات انت ما خلصت فهاي متغير بدي استخدم بدالها ايش اي ما حد فيهم هستخدم b q2 لانه انا بدي كمان b هلا فبدال ما هستخدم a q2 هستخدم b q2 فهتصير a a هتنزل a a هسه q2 عبارة عن s b q2 بستخدمها زي ما هي كاملة برضو هيك انا ما خلصت كونه في عندي متغير هلا q2 لازم استخدمها طبعا لازم تستخدم هيك اصلا غلط انت ما وصلت ل a a b q2 اذا استخدمت a q2 هتضيف لي كمان a او انا ما بدي استخدمت b q2 هتضيف لي كمان b او انا ما بدي هستخدم بدالها اللمدة فq2 بدالها اللمدة صارت فطلعت لي a a b تمام هاي هي فكرة ال derivation بالنسبة لل regular grammar من خلال انك اول شي تبلش بال start state وبعدها تصير تعطيها اي واحد من المعاني اللي انت حطيتها تمام هاي بس مثال يعني اشرح فيه شو هي regular grammar على اساس انه نفهم شو هي هاي الشغلات شو معناها هون عندك متغيرات المتغيرات لها معاني وانت بال بال derivation لازم تختار احد هاي المعاني على اساس تحطها بدالها لحد ما توصل للكلمة اللي بدك اياها تمام هلا يعني خلال نعتبر انه a b b نفس a a b فما رح اشتقها نشتقل a b a عنا q1 بالاول دايما ايش لازم نختار اصلا ما عندي غير a q2 فرح اختار a q2 a q2 ايش مناسب اليها بعد ال a بدي بي صح فهختار b q2 فهتصير a b q2 هلا q2 ايش هختار بدالها هختار مرة تانية a فهتصير عندي a b بعدها a q2 اخر شي هحط اللامدة لاني وصلت لل a b a هتصير عندي a b a وبس هلا لو نيجي نشتقل b a طبعا ال b a بالنسبة للانجوج اصلا غير موجودة صح وهي w start with a واصلا ال b a لا تبدأ ب a نبلش ب q1 q1 احدى معانيها a q2 وهي المعنى الوحيد اصلا فq1 ما فيها اصلا اشي يبلش في b اذا اضطيت a q2 فال a هاي مش ضابطة مع b فهذا الحكي غلط فعليا ما من قد نشتقل b a فهاي اصلا كلها غلط مش موجودة جوه اللغة تمام هلا خلينا ناخد نعرف شو القواعد تحت كتابة هاي اللانجوج على اساس regular grammar على اساس انه نفهم الاشياء وتصير واضحة اكتر يعني هنا بالمثال الابل هون يعني هذا الحكي هو صحيح بس انه مثلا q1 و q2 سنستخدم بدالهم اسماء وتغيرات افضل تمام بس هي بشكل عام هيك كتابتها طبعا هاي هي الجهة الشمال وهاي الجهة اليمين اللي حكي عنهم في هاي القواعد هلا اول اشي انت لازم عندك بس انه عندك start واحدة يعني variable start هي واحدة طبعا الاشمال هكي انا كلهم variable اللي على اليمين حيكونوا ايش حيكونوا المعاني تابعونهم بالنسبة لل بالنسبة لللي على اليمين المعاني لازم بالكتير اكتر اشي نحط متغير واحد يعني عندك الاسماء لازم عندي متغير واحد نقطة بداية على اليمين لازم عندي اكتر اشي استخدم متغير واحد يعني انا هون ما بقدر احكي q2 بعدها كمان مرة q2 تمام طب هاد حكي شو معناه معناه انه الايه هادي ما بتدار توصلني يعني السهم هاد بقدرش وصلني الى لمكان واحد ما بقدر السهم نفسه يطلع على مكان تاني عنو التاني تمام هاد هو معناه انك انك انت ما بصير تحطي اللي الا اسم متغير واحد على الجهة التالية تمام انه تعني ان السهم له واتجاه واحد فقط القاعدة التالتة انه يجب ان تكون دائما يا اما يعني اما يعني يعني هون مثلا يا بتخليلي دائما المتغيرات تبليش على اليمين يعني q2a طبعا من الشرطة تكون صحة اللي حكي انا بحكي يعني من هذا اللغة يمكن ما تمثل هاي بس انه عشان افهمكوا القاعدة يا كله q2a هون q2b زي هيك يعني دائما متغيرات تكون على الشمال يا متغيرات دائما على اليمين زي ما انا كتبتها تمام يعني اذا كتبت بلغة كاملة لازم تكون يا اما دائما يمين يا دائما يسار طبعا بالنسبة لعدد الالفابت يعني ال a وال b وهيك هادي ما عليها شرط يعني ممكن تكون 0 زي اللمدة ممكن تكون اكتر يعني ممكن تكون واحد او اكتر ممكن تكون 0 تمام فعددها يعني غير مهم مش زي ال variable لازم يكون بالكتير بالكتير واحد يعني ممكن ما تحط variable وممكن تحط variable واحد طيب خلينا نشوف هدول عشان نعرف شو هي صح شو منهم صح شو منهم غلط حطت s انها تمثل a d طبعا هاي ال variable ال variable دائما نرمزه بال capital ال capital هو ال variables و و small دائما الفابت فعندي s هي بتمثل زي ما كان قبل شوي عندي q1 و t هي q2 تمام فس بتعطيني a t اللي زي كانت قبل شوي q1 تعطيني a q2 اللي هي هاي s وهي t و t بتعطيني a t أو b t أو لمدة فال t هنا نحط لياها انها t تعطيني a t و t بتعطيني b t و t بتعطيني لمدة هلا دول التلات الأسطر ممكن نحطهم سطر واحد اللي هو t تمثل a t أو b t أو لمدة هاي الخط يمثل أو اللي هي or احلا لو نكتب as تعطيني a t طبعا t عبارة عن متغير وال r عبارة عن متغير لا لأنهم capital letter فهذا الحكي غلط ليش غلط لأنه بخلف قاعدة رقم اثنين اللي بتحكي لك لازم يكون عندك اسم متغير واحد على الجهة اليمين فهون الجهة اليمين فيها اثنين متغيرين تمام فهذا الحكي غلط as تعطيني a بعدها b بعدها t a وبها دولتين اثنين الفابت وبعدها t هلا تي على اليمين وفيه متغير واحد بس وعندي عدد الفابت مش مهم فهي دائما هاي صح تمام as بتعطيني a t هلا t متغير جاي بالنص وحكينا t لازم يكون لازم يكون يا في البداية يا في النهاية تمام وهون اجي بالنص وهو غلط بخلف القاعدة رقم ثلاث وهون حكي لك as بتعطيني a t و t بتعطيني t وراها a هلا هاد الحكي لو هاي لحالها صح لو هاي لحالها صح بس تنتين نفس اللغة غلط ليش غلط؟ لانه حكينا لازم دائما المتغيرات على الجهة اليمين يا دائما على اخر الكلمة يا اول الكلمة فهنا مرة استخدامها اخر الكلمة مرة استخدامها اول كلمة فهذا الشي غلط بخالف قاعدة رقم ثلاث يجب اعتماد طريقة ثابتة خلال كتابة اللغة الكاملة تمام هلا خيان نكتب نجرب على امثلة تانية بتشبه للمثال الاول بس باستخدام s و t وهي المتغيرات مش باستخدام q1 و q2 و بدون ما نرسم هلا السؤال بحكي لك w حيث w start with a and ends with b تمام هلا كونها start with a يح مفرض انه فهمنا ايش فكرة الاس و ايش فكرة الت هلا اول شي عندك اس الاس دائما start with a فلازم تعطيني حرف الا تمام وبعده الكلمة تكمل في الكلمة هي ممكن تكون t تمام هلا بالنسبة لل t ايش ممكن تعطيني يعني انا بدي الاس تبلش في a وبعدها اي كلام هيك معناها يعني اعطيني a وبعدها اي كلام الت بتقولك انه انت تكون فيك a t a t يعني انت تعطيني كمان مرة بعد ال a اي a عادي او اعطيني b t برضو عادي تمام يعني بعد ال a الاولى هاي اولى تعتبر لانها في عند الاس تعطيني a بدن توديني هاي المنطقة المنطقة بتحكيلك عادي دخلي a دخلي b مش مشكلة يعني a وارجعلي هون b وارجعلي هون هاي هون اس اللي هي تكملت الكلمة هلا انا بهمني نهايتها نهايتها اللي هي لما تخلص انت من t لما توقف t كيف ممكن نحنا نوقف variable اما من روح ل variable ثاني ما بيرجعلي يعني زي هون ال as روحنا عند ال t وال t ما بترجعك لل as فانت مستحيل ترجع لعندي ال as تمام يعني نشوف الرسمة الرسمة شو كان فيها عندك هاي تعتبر as وهي تعتبر t فال as بتودك لل t وال t مستحيل ترجع ل as فانت هيك مجرد ما طلعت من ال as انت هيك انهيت ال as تمام فلما نحكي as تساوي a t احنا هيك انهينا ال as هلا t كيف ممكن تنهيها ياب توديها ل variable ثاني اللي هو r مثلا ياب تعطيها متغير بس هلا احنا ما نحكي لها a t a t معناها شو معناها انت امشي بال a وارجع ووقف هون روحها سهم ثاني بس لما تعطيها بس a حتوقف ما حصير عندك هون بالاشتقاق متغير تصير تدور عليه تمام يعني زي هون اعطيتها lambda فوقفت تبطل في عندي t اعوضها تمام فهونا اللي هي a t b t بدي انهيها بدي انهيها بدي انهيها يابا وديها لما تغير تاني مثلا اسمي r هلا بالنسبة لل r هاي اللي هي النهاية النهاية بيحكي لك انت زود b فانت بالنسبة لل r لازم ال r تكون عبارة عن b فقط يعني ال r عبارة عن b ليش ال r عبارة عن b لانه لانه ال as ستوديك لل t تتعبيلك اي كلام بديك اياه لانه ستمشي a t هاي تعتبر لوب اللي هي هيك لوب تمام فيها a و b بتوديك هاي t تمام تغطيك a بعدين ترجع ل t b ترجع ل t هزا عسان د انت ترجع انت تتعطي لل t عبارة عن b توديك لعند ال r تمام فال r انت وصلت ال r او متخلص من t هتحط ال r مجرد ما تحط ال r جوة الجملة انت مستحيل ترجع لها المنطقة او هاي المنطقة فال r هتحطها بي لانها النهاية تمام هلا طبعا فيك كزه طريقة انك ترسم فيها ممكن تعمل فيها ريكولا كرامر يعني طرق كتير كبيرة ممكن بدل r هاي بس احط بي طب ليش ممكن هذل ليش الحكاية صح لانك خلاص اول ما تعوض بدل t b مش هيضل في عندك t جوة جوة ال derivation فانت انتهت انتهت هيك يعني بدل اللمدة بحط بحط t انك انت بدل ما تنتهي في لمدة انتهي في b فبتضمن انه دايما انت انتهت في b طب اعملي derivation لل a a b اول شي عندي s تمام ال s ايش هحوضها اصلا فيش عندي غير a t طبع عوض a t بتزبط معي ا او بتزبط هاي اول حرف اعوض لي بدل t متغير اش دا عوض من هدول a t او b t او r لازم اعوض a t صح اذا عوض b t فانا حطت b بعد a وهذا ما بدي ايه اذا عوض r حاجي هون عند ال r احط بي فبتنتهي و بدي شي ايا بدي a t فرح ارجع احط بدل t هاي a t فحتصير عندي a a t خلق بالنسبة لل t هاي ايش هحوض بدلها a t اذا عوض براها b t ايش هتصير هتصير خلينا اكتبها هون a a b t تمام a a b t حاصلك تيجي انت بدل t تعوض الشغلة ايش هتعوض ايش هتعوض ايش هتعوض رح يعطيك كمان حرف فهيصير عددها اصلا اربعة احرف يعني في عندك حرف عم تزيده زيادة طيب شو الحل معقول انه خلاص انه هاي ما بتشتاقته ما هي بتده في a بتنتهي في b الحل انك تحط r وبدل r هترجع تعوض بعديها a s b فبتحكي له a a r عادي يعني تصير a a r هلا ال a r هتحط بدلها فيش عنده غير ال b حينا تحط a a b وهيك اصلا انت وصلت اللي بدك هي اللي هي a a b تمام طيب خلينا ناخد كمان مثالان على الموضوع عندك a قوى n a قوى n يعني a تكرر n مرة و b تكرر n مرة n اكبر او تساوي صفر يعني ال a ممكن ما تكون ولا واحدة ممكن تكون واحدة او تنتين او اكتر ال b دائما تكون بس تنتين طيب هلا عشان يعني كيف نتفكر بهلك شغلات اول شيء انت دائما بتبلش بs تشوف ال s ايش تعطيك هلا هنا انتك تحط اكتر من a او بدك تحط ولا a صح؟ كيف ممكن انك تحط اكتر من a تحكي لعول شيء انت تحط اللي a وبعدها s a وبعدها s انك تحط a بدان ترجع ال s تكررها مرة اخرى تحط تصبح تنين ايش وبعدها s و هكذا اذا انتك تنين ايش تساوي بس تنتهي من ايات تنتهي من ايات ايش تحط تحط t t التي هي s تمثلك تحطي لك بيات تمام؟ ف t عدد البيات سيكون بدي اياك بي بدي اكبر اكتر من واحد او اكتر او يساوي صفر ترجع تحكي له برضو b t و هكذا تمام؟ بس هو حكي لك بدي البي تساوي بالضبط اثنين فال t خليها دائما اصلا بي بي تمام؟ لانك انت مجرد متحطي فانت بدك اخلص من الايات ضر عندك ال هاي اسف هاي ام فاخلصت من الايات صار عندك بدك تحط البي وعدد البي كام؟ بس تنين فدايما تحط له بدل t بي بي تمام؟ طبعا بدل t تحط من فوق بي بي وخلص يعني تصير s تعطيك a s او بي بي وهكا انتهت طب لماذا هذا الحكي صح؟ او مثلا بدي احط صفر a كيف دعوضها؟ خلص عوض له s و بعد ال s اضع بي بي دوري هاي a 0 و b تساوي 2 فهذا الحكي صح طب اشتقي لي a a b b اول شي هنبلش في s ايش هنحط؟ هنحط a s طيب a s ايش هنحط بدل ال s برضو كمان a s عشان بدي كمان a بعد ال a a كمان s ايش هنحط بدلها هتحط برضو كمان a عشان ايش عشان ال a اللي عندك تصير a a a a وراها s هلا ال s هنحط ايش هتحوض بدل ايش هتحوض بدلها اذا عوض a هتحوض كمان a وانت ما بدك تحوض t عشان تحط ال bات اللي هون تصير a a a t وال t هتحوض بدلها a s عند b b طبعا لو كان هون هاي الطريقة دغري من هون هكتو بلو b b فعندك هون a a a بحدنا نبدل t اللي هي b b تمام طيب هلا خلينا نشوف كمان هذا المثال مثال بحكيلك انه عدد ال n اكبر من صفر زي هاي بس عدد ال b اقل من ثلاثة تمام يعني يا زيرو يا ون يا تو تمام هلا انا ما استخدم طريقة t حكته بدغري بس احنا شو لهال الفرع عنا عن الاولى انه بدل ما تحط b b ممكن تحط كمان شغلتين اللي هي b لحال ممكن تحط لمدة اصلا تمام فعندك بدل ال s تحط a s هاي عشان تكرار ال a او تحط b b عشان تحط له 2 b او تحط له b واحدة او تحط له ولا b تمام طيب لش عملنا هيك لانه احنا بدي تكرر للا a تحط لي a وترجع تكرر لي a تحط لي a وترجع تكرر لي a مجرد ما تخلص من الايات ترجع انت بتصير لك تحط اشي ثابت اشي ثابت هيكون واحدة من ال b اللي هي ايا b b او b واحدة او ولا b لانه هون في عندي ترتيب ايات بعدين بيات حلا العملية العاملية ترجع للا a بالنسبة لل a بيات نعمل ضد بيات او start يعني a state او start variable ضد عشان نحط للا a بيات هنضع تمام ايات 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 احط بيات حد عشان الب بيات بيات حطينا أول كل شي S أضع A أضع A أضع A أضع S أضع 3B فعليا لا يوجد طريقة إذا أضع 2B ستصبح ABB لا يوجد هذه ABB لا يمكن إشتقاؤها أصلا أما هذه كانت صحيحة هكذا أخذنا فكرة عامة عن Regular Grammar إن شاء الله تكونوا فيمتوها في الفيديو الجاي سنكمل عنها سنحكي كيف نحاول من Final Tomatoes إلى Regular Grammar أعطيكم على الفعل فيها